الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في باب ما جاء في النداء للصلاة وهو الباب الأول في هذا الكتاب الباب الأول في كتاب الصلاة هو باب ما جاء في النداء وقد سبقت معنا في هذا الباب أحاديث في بيان بعض أحكام الأذان والإقامة وما يتعلق بهما وتوقفنا عند حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة السند المشهور المعروف قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هذا لقبه اشتهر به اشتهر باللقب واسمه عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة صحابي الجليل وهذا السند من الأسانيد القوية الصحيحة العالية من الأسانيد العالية هذا السند عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع النذاء إذا نودي للصلاة أي نودي لأجل الصلاة لم للتعليل وجاء في رواية أخرى عند النساء عن قتيبة عن مالك فيها بلفظ بالصلاة حرف الجر هو الباء مش اللام فالرواية هكذا فيها إذا نودي بالصلاة وهذه التي عند مالك في الموطأ إذا نودي للصلاة ولا فرق بينهما على الأصح يمكن حملهما على معنى واحد فتكون الباء تعليلية سببية واللام كذلك سببية نودي لأجل الصلاة نودي بسبب الصلاة معنى واحد طيب أشكي يوقع جواب الشرط إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان أدبر الشيطان قال كثير من الشرح مراد به إبليس على الظاهر الشيطان الذي أخرجه الله من الجنة أكد أكثر الشرح لأن الشيطان هو إبليس المطرود من الجنة الذي كان سببا في إخراج أبوينا من الجنة هذا قوله الأكثر وقال بعض الشرح الحديث لا قال لك المقصود الجنس أدبر الشيطان أي شيطان شيء هذا بالضبط أي شيطان من شياطين الجن فقال المرادش الجنس قال أدبر الشيطان له دراط هذه جملة حالية وجاء في رواية وله دراط بواوي الحال وفي رواية الموطأ له دراط بدون واوي الحال واوي الحال ليست شرطا هنا لماذا؟ لوجود الربط بالضمير أدبر الشيطان له فيوجد الربط بين الجملة الحالية وصاحب الحال بالضمير وذلك كاف لكن دخول الواوي جائز لأنه تعلمون في النحو أن الربط قد يكون بالضمير فقط أو الواوي فقط أو بهما معا إذن الرواية الموطأ فيها له دراط الجملة حالية والرواية أخرى فيها وله دراط كذلك الجملة حالية وصاحب الحال هو الشيطان إذن أدبر الشيطان ما معنى أدبر ولا هرب كي هرب لكي يسمع النداء يدبر أي ولي يفر كيفر وعندما يفر يكون متصفا بوصف يكون على حالة شنو يد الحالة له دراط أش المراد بالدراط هنا واش مراد دراط حقيقة أو المراد به شيء آخر خلف الشرح ذهب كثير منهم كالقاضي عياد رحمه الله تعالى إلى أنه على ظاهره علاش قالوا لأن الشيطان جسم متغذ إذن بالتريد كان جسما له يتغذى بغداء فيمكن أن يخرج منه الدراط وما دام ذلك ممكن فيحمل على الظاهر له دراط أي على ظاهره وقال بعض أهل العلم لا قالوا المقصود بالدراط هنا شدة نفاره شدة نفاره أي نفوره فعبر عن شدة نفاره بالدراط وعبر عنه فسره الأصمعي بقوله قل لك هذا عبارة عن شدة العدو شدة عدوه والمعنى متقارب قال له دراط حتى لا يسمع النداء ما معنى لا يسمع النداء أي الأذان قلنا لي أن المقصود بالنداء هنا في هذا الباب في نصص كثيرة كما ذكرنا من القرآن والسنة مقصود بذلك النداء حتى لا يسمع الأذان قال الحافظ رحمه الله يتحدث عن المعنى المقصود هنا قال ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك الحديث أن الشيطان يتعمد إخراج ذلك الدراط يفر ويتعمد إخراج دراطه طيب لماذا قال لك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن هو هو ليشغل نفسه بسماع الصوت الذي يخرجه له صوت الدراط عن سماع المؤذن أو يفعل ذلك استخفافا كما يفعل السفهاء لأن السفهاء إذا سمعوا الذكر سمعوا كلام الله رب العالمين قد تصدروا لهم أصوات ممكن يكونوا يغوتوا يرفعوا صوتهم ويضروا ويجمعوا باش ما يسمعوش كلام الله تعالى وكلام النبي يفعله السفهاء قالوا إذن يحتمل أنه يفعل ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء يعني لا يريد سماع الأدان أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث يعني كيتعمد أن يقابل شيئا مناسبا للصلاة اللي هو الطهارة لأنه يعلم أن الدراطة حدث هو يعلم أن الدراطة حدث أن ينقض الوضع فيتعمد المخالفة مدام هاتصلا هذه اللي كتصليوها خاصكم تكونوا فيها متطهارين وبالتالي ما خاصش يخرج منكم الريح فيتعمد أن يقابل ذلك بضده فيخرج الريح هذا هاتجهت كلها بناء على أنه يتعمد ذلك ويحتمل أنه لا يتعمد ذلك بل يحصل منه يحصل له ذلك عند سماع الأدان لشدة خوف يحدث له بسبب الأدان بمعنى أن ذلك لا يتعمده وإنما يحصل له من شدة خوفه من اللي كيسمع الأدان كيحصل له في نفسه وحد الخوف شديد ولشدة الخوف في نفسه في نفسه يخرج له درات دون قصد أضح دون شعور فمن المعنى هذا قد يحصل الإنسان عند الفزع عند الفزع قد يقع الإنسان ما هو أكثر من ذلك فقيل هذا الأمر هذا إنما يقع منه لشدة خوفه عند سماع النداء وهذه المعاني كلها محتملة كلها مقبولة وصحيحة طيب هذا الشيطان هذا كين فر فين كي يمشي حتى يصل إلى موضع لا يسمع فيه النداء كي هرب يبقى هرب فار 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 تيصل له أحد بلصة ما كيبقاش تسمع فيها صوت المؤذن على كي يتوقف وقد جاء بيان ذلك في صحيح مسلم الغاية بينت في الحديث الصحيح في حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الغاية قال من بعد هذا الكلام حتى يكون مكانا الروحاء حتى كي يصلوا حل بلصة سميتا الروحاء قال سليمان يعني الأعمش لأنه من رواة الحديث هذا من رجال سنده قال الأعمش فسألته سأل شيخه شكون شيخه هنا هو أبو سفيان فسألته أي أبا سفيان عن هذه الرواية رواية جابر عن الروحاء قال لي فين كين هذا الروحاء فين جت فقال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا بعيدة المدينة النبوية بستة وثلاثين ميل ستة وثلاثين من المدينة المدينة هي الموضع الذي يؤذن فيه المؤذن من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعيدة بستة وثلاثين ميل يعني احتمي بقاش يسمع الحس لا يسمعوا أبدا وأنتم تعلمون أنه في الفياثي وفي القفار صوت المؤذن إذا علا بدون مكبر صوت يبلغ مبلغا طويلا جدا يصل مداه إلى مكان بعيد في الفياثي والقفار ولهذا ممكن يوصل إلى 30 مئة وخاصة أن المؤذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار من له صوت جهوري صوت جهوري صوت قوي مع حسنه يجب أن يكون صوتا قويا أي مرتفعا يجب أن يكون حسن وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قال عضلة بن زيد كما تقدم معنا لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا لكن مع كونه نديا يجب أن يكون جهوريا قويا لا ضعيفا ممكن يكون صوتا مزيلا ولكن ضعيف إذا ممكن توصلها إلى 36 ميل ممكن راه الميل فيه أكثر من كيلومتر الميل أكثر من كيلومتر أو شيء كيلومتر أو شيء قال فإذا قضي النداء إذن هاش كي يوقع الشيطان قال وشنو عنا في العديد إذا أدبر الشيطان له درق حتى لا يسمع النداء ما يذكرنا؟ طيب ما يوقع من بعد؟ فإذا قضي النداء أقبل كي سأل المؤذن كي عودة رجع الشيطان؟ نعم إذا قضي النداء من المؤذن أقبل أي الشيطان كي عودة رجع مرة أخرى لماذا كي عودة رجع؟ باش يدر خدمته بشنو هي خدمته؟ الوسوسة عودة رجع للخدمة دي اللي هي الوسوسة للناس يوسوس لهذا يلبس على هذا إلى آخره قال فإذا قضي النداء أقبل رجع مرة أخرى حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا ثوب بالصلاة بألفاظ الأدان للإعلام بدخول الوقت وكي عاود يرجع لتلك الألفاظ نفسها ويكررها وإن اختلف العدد كي اختلف العدد ولكن الألفاظ هي كي يزيد عليها قد قامت الصلاة إذا كي تسمى هذا تثويب كأنه الذنوى رجع مرة أخرى للأدان ولكن بطريقة أخرى بشكل آخر شنه هي الطريقة الأخرى؟ هو أن في الإقامة ما كيحتش أن يرتفع إلى مكان مرتفع وما كيحتش إلى صوت مرتفع لأن الإقامة كتكون للحاضرين فيها إعلام لمن؟ للحاضرين الأذان فيه إعلام للغائبين ففرق بين الأذان والإقامة لكن على كل حال الألفاظ نفسها إلا قد قامت الصلاة وبالتالي يعتبر هذا تثويباً أي رجوعاً كيعاود يرجع المؤذين من أخرى إعلنت تلك الألفاظ إذا نجمع أنه ثوب بالصلاة أي أقيمة الصلاة قال أدبر وقتاً كي يدبر في ذاك الوقت ما الذي يسمع المؤذين كي يقول ولا المقيم كي يقول الله أكبر الله أكبر أشهدوا أن لا إله إلا الله في هذه اللحظة هذه عندما يعلن المقيم الإقامة حينئذ يدبر قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر كيعاود مرة أخرى يا رب لأنها نفس الألفاظ وضع منا حتى إذا قضي التثويب أقبل ملكت سالة الإقامة يرجع مرة أخرى غيراً ما غير يكون لإدبار دياله بعيد لأن الإقامة لا لا ترفع خارج المسجد وليهذا كي يهرب هو المكان لي ما غير يسمعش فيه الصوت وغير يكون أقرب إذا قضي التثويب كيعاود يرجع مرة أخرى لمن كي يرجع اللي مو صلين لهذا كله غير يصليه طيب أش كي يدير قال عليه الصلاة والسلام حتى يخطر بين المرء ونفسه أي وقلبه كيعاود يرجع ليحول بين المرء وقلبه أي بين المرء وخشوعه في صلاته ويتشلش كي يسوس لنا ويلبس لنا في صلاتنا فيقع لنا فيها ما يقع من السهول لأن كيعاود يرجع مرة أخرى حتى يخطر أي يوقع الخطارات يخطر بمعنى يوقع الخطارات في النفس ديال المرء فيحول بينه وبين الخشوع المطلوب في الصلاة الصلاة الأصل فيها مطلب فيها الخشوع فهو كي يدير يحول بيننا وبين الخشوع في الصلاة هذا معنى قوله حتى يخطر بإلقاء الخطارات ما هي الخطارات؟ هي الوساوس الخطارات المقصودة بهاش؟ الوساوس والمراد بالوساوس هنا مش درورة تكون شيء أمور مضموم لا أي شيء يشغلك عن الصلاة أي شيء يشغلك عن الصلاة يشغلك به ولو كان من العلم ولا لا؟ آه ولو كان من العلم من العلم الشرعي ممكن تدخل صلاة ويذكرك بالفوائد دير شيء حديث يقول لك ذاك الحديث الفلاني يستفاد منه كذا وكذا ويدل على كذا وكذا هذا يعد من خطارات الشيطان لأن الغرض دياله أن يشغلك عن الصلاة الأصل في المسلم أنت تصلي الأصل أن يكون قلبك مع تلك العبادة اللي هي عبادة صلاة أن تتذبر وتتأمل في أفعالها في الحركات ديالها قيام رقوع رفع من رقوع سجود جلس بين السجدتين وأقوالها الله أكبر قراءة الفاتحة قراءة السورة ذكر رقوع ذكر رفع من الركوع تكبير إلى آخر الأصل أن تتأمل فاد بل ذكر بعضها العلم حاجة أخرى أنه أن من شغله للإنسان اشتيلي اسم النقاع لا تكلف في أمور الدنيا ولا في العلم الشرعي يمكن أن يشغلك بتأمل القرآن التأمل الزائد على الموضع على الموطن قرأتي آيات وبيلاك بعض المعاني في تلك الآيات لكي تسريح معها عن أنك قائم بين يدي الله على الخشوف في الصلاة وأنك واقف بين يدي الله رب العالمين حتى هذا تأمل بتوسع في آيات القرآن لدرجة أنك تبقى مشغول معها وانت في الركوع وانت في السجود وانت كذا هذا أيضا من خطراته فمن المعنى قال حتى يخطر أي وسويس بين المرء ونفسه ويروى حتى يخطر هذا بها هذه الرواية ذكرناها يخطر بمعنى يوسويس يلقي الخطرات وهذا الحديث يروى أيضا رواه غير واحد من الحفاظ ضبطه بضم الطاء حتى يخطر شنو مراد بقوله بالرواية اللي فيها يخطر المراد يمر يمر بمعنى المرور ومعنى يمر أي يدنو من العبد فيمر بينه وبين قلبه كي يقلب من العبد ويمر هذا مرور معنوي مش حسي مرور معنوي كيدوز بين العبد ونفسه أي يحول يحول بينك وبين قلبك ومعنى بينك وبين قلبك أي بين المطلوب من قلبك اللي هو الخشوع والخضوع والتأمل فيما يتعلق بالصلاة فيمر بينك وبين ذلك إذن إذا حال بينك وبين ذلك سيشغلك بلا شك إذن قال حتى يخطر بين المرء ونفسه بسم الله طيب كيف يخطر هو بيل لنا النبي عليه الصلاة ونكملوا الحديث قال حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى أي لا يدري كم صلى شوش الخطرات بيل لنا النبي عليه الصلاة هذا الخطرات دياله حتى يقول يقول أي الشيطان للعبد أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر وعطاً منا لشي مساء إنساها الإنسان شي مساء أنت كنت شغل بالك وبغدينها ونسيتها كي تجل دخل صلى فيحول بينك وبين الإخلاص في الصلاة وحضور القلب في الصلاة فكيذكرك بالأمور التي نسيتها وتهمك مما تريد أن تتذكره ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا لما لم تكن تذكره لأنه لا بغد يذكرك بشي حاجة أن تذكره هذا تحصيل وحاصل ما غير ينجح معاك ولو ولكن كيذكرك بأشياء نسيتها قال حتى يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى أي لا يدري كم صلى معاني إن نفيك إن عندنا نافية أربعة أجوم منها تكون نافية فهذه نافية ومش معنى يظل أي حتى يصير حتى يصير الرجل أي المصلي وعبر بالرجل على وجه الأغلبية فيشمل ذلك الرجل والمرأة حتى يظل أي يصير أو يبقى المصلي رجلا أو امرأة إن يدري كم صلى أي لا يدري كم صلى من الركعات أصلى ثلاثا أو أربعا أو اثنتين هل سجد مرتين أو سجدة هل ركع أو لم يركع إلى آخرين هذا هو معنى قوله حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى قال أهل العلم ومن هذا الحديث يعني من قوله يقول أذكر كذا استنبط أبو حنيفة تلكم الفائدة التي ذكرها للرجل الذي شكى له فقد روي عن أبو حنيفة أن رجلا شكى له أنه دفن مالا ثم لم يهتدي إلى مكان دفنه انسق في دفن ذلك المال فقال له أبو حنيفة رحمه الله أمره أن يصلي ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا قال له صلي ركعتين وحرص على أن لا تحدث نفسك بشيء من أمور الدنيا يعني يبقى حادرا في الصلاة ففعل فذكر مكان المال في الحال هذا المكان الذي ذهب فيه مال قيل قال أهل العلم خصه بما يعلم دون ما لم يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده ولهذا قال له رحمه الله ما قال وثم هنا ذكر الشيخ فإذا التي أشرنا إليها هل هذه الوسوسة تشمل التفكر في معاني الآيات التي يتلوها قال لا يبعد ذلك لا يبعد ذلك أنك التوسع مع الآيات التي يتلوها قال لك لماذا؟ لأن غرض الشيطان نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان ولهذا ممكن أن تتوسع في معاني الآيات فتنشغل عما أنت تنسى راسكرك في الصلاة وضع المعنى كأنك في مجلس الدرس وأنت في الصلاة تنسى نفسك في الصلاة هذا أيضا من الوسوسة إذن قال حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى هكذا في رواية الموطأ في صحيح البخاري من حديث أبي هراني هناك هناك واحد زيادة وهي زيادة وضيحية تفسيرية كتبين لنا معنا قوله كم صلى أشفيها في صحيح البخاري حتى لا يدري صلى أثلاثا صلى أم أربعة أثلاثا صلى وهذا مجرد مثال لا يدري أصلى ثلاثا واربعا أو اثنتين أم ركعة أو سجد مرتين أو مرة إلى آخر يتشاهد أو لم يتشاهد إلى آخر دابا رجعوا الواحد لمسألة مهمة لش كأن السؤال بقى في الأذهان دي لكم اللي هي ما الحكمة من هروب الشيطان عند سماعي الأذان علاش كي يهرب أضح قال أهل العلم الحكمة في ذلك مما قيل قيل حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فقد سبق معنا في الدرس الماضي حديث أن المؤذن لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة والشيطان ما بغيش ينفعش حد ديوم قيامة بالشهادة يشهد له فإذن يفر له لألا يسمع صوته حتى لأنه إذا سمع صوته قلف بأن يشهد له يوم القيامة ألزم ألزم بالشهادة فحتى لا يتحمل الشهادة يفر هذا القول الأول القول الثاني قيل نفورا عن سماع الأذان نفورا لأن الأذان في إعلان توحيد لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وكل هذا الشيطان بمبعدة عنه فيفر من سماعه ثم يرجع موسوسا فصار رجوعه من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفار وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة شو هذا من الحكم التي قيلت قالوا لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المجتملة على السجود الذي أباه لأن المعصية اللي عصدها الله رب العالمين الأولى هي أنه أبى السجود والنداء دعاء إلى الصلاة المجتملة على الصلاة الذي أباه وعصى الله رب العالمين بسببه ولهذا يفر حتى لا يسمع هذا النداء وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة وهو على غير ذلك الجميع أي جميع أهل ذك البلد وهم المسلمون وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منها بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها علش يفر؟ لأنه لم يوافق أمر الله عز وجل لأنه عصى فما كيبغيش يسمع أن أحد الناس استجابوا لله رب العالمين وقيل غير ذلك وفهم بعض السلف من هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه شروط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك بعض أهل السلف وبعض الفقهاء من المتأخرين أخذوا من الحديث أن صورة الأذان ينبغي المحافظة عليها وإن لم يوجد فيه شروط الأذان من وقوعه في الوقت ونحو ذلك بمعنى ولو فات الوقت وأراد أحد أن يصلي منفريداً أو جماعة تطلب غيرها أو لا تطلب غيرها فيشرع لها الأذان علش لهذه الحكمة اللي هي فرار الشيطان قالوا إذن لك لدى والمقصود فالأذان مشروع على كل حال في جميع الأحوال للمنفريد والجماعة التي تطلب غيرها والتي لا تطلب غيرها في أول الوقت أو وسطه أو آخره في جميع الأحوال لأن المرادش طرد الشيطان وهذا حاصل في كل الأحوال إلى غير ذلك من الفوائد التي فيه لا يسع الوقت لكلامي عليها قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهر بن سعدين الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله إذن يقول نقف مع السند قال حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار أبو حازم بن دينار هذا اسمه سلمة الكنية دي له أبو حازم اسمته هو سلمة ووالده دينار ولقبه الأعرج أيضا كان ملقبا بالأعرج مدني من العباد الزهاد الثقاتي يروي له الجميع يروي له البخاري ومسلمون وأصحاب السلن هذا من الرجال الجميع كل شكل القوم رواه له قال أبو عمر بن عبد البر يتكلم عن أبي حازم هذا قال كان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثقاتي الأثبات وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق توفي سنة أربعين ومئة على الأرصح إذن هذا هو شيخ مالك في هذا الحديث إذن مالك عمن يروي عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني رحمه الله طيب عمن هذا أبو حازم تابعي عن من يروي أبو حازم عن صحابي عن سهل بن سعد بالساعدي رضي الله وتعالى تقدم معنا في الدرس الماضي أن سهلا صحابي وأن سعدا صحابي فهو صحابي بن صحابي سهل صحابي وبه سعد كذلك صحابي عن سهل بن سعدين الساعدي يكن بأبي العباس رضي الله تعالى عنه توفي سنة ثمان وتمانين وقيل بعدها وقد جاوز المئة من الصحاب الذين عمروا جاوز مئة عمعة توفية أنه قال شكون هذا اللي قال في رواية الموطأ هو سهل ابن سعد سعدين الصحابي إذن فعل هذا أنه قال ساعتني إلى آخر الظاهر فيه أنه موقوف لأن الكلام كلام من كلام؟ صحابي يبتلي فهذا حديث موقوف لا مرفوع وهو موقوف في رواية الموطأ وقد جاء مرفوعا في غيرها ما معنى مرفوعا؟ عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساعتني إلى آخر جاء مرفوعا عند أبي داود في السنن وعند غيره بل رواه روية عن مالك أيضا مرفوعا ليس عند أبي داود رواه أبو داود في السنن مرفوعا وروية أيضا من طريق أخرى غير هاته عن مالك مرفوعا إلى النبي ما معنى مرفوعا بمعنى أن الكلام اللي جاي من كلامي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن رواية الوقف والرفع لا تتعارضاني لا تعارض بينهما لماذا؟ لأن رواية الرفع كان اعتبروا هنا فيها زيادة علم والمثبت مقدم على غيره أو من علم حجة على من لم يعلم فمن المعنى هذا الراوي اللي رواه عن سهل بن سعد موقوفا هذا الذي علم وغيره عندهم زيادة علم وهي أنه روية مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعارض بين الوقف والرفع فتأخذوا رواية الرفع لأن فيها علما زائدا ومن علم حجة على من لم يعلم طيبين هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أش قال ساعتاني يفتح لهما أبواب السمن تما كتعرفوا أن المقصود بعبارة ساعة في الكتاب والسنة وفي الزمن القديم قبل خروج هذه الساعات المقصود بالساعة الظرف المبهم من الزمان إذا لما قال ساعتان ماذا معناها؟ وقتاني ممكن نقولها بعبارة ساعتاني جوج الأوقات في النهار أو جوج الأوقات عموما وقتاني كي يستجب الله فيهما الدعاء وهل المراد بذلك الحصر لما قال ساعتاني كذا كذا وش المراد بذلك الحصر يعني أنه لا يوجد غيرهما لا ليسا هذا من أساليب الحصر هذا ما كنت شيء أسنه ما قالش لا يوجد إلا ساعتان وضع منا لا يوجد أسلوب الحصر إذا المراد هذ ساعتان من شأنهما الكلام اللي جاي وهذا لا ينفي أن يكون ما يأتي حاصلا لغيرهما ما ممكنش تنافي ممكن القول في حديثة قر شي ساعة ثالثة ولا ساعة رابعة ولا موطن ما كان لأن مواطن الإجابة قد تكون أوقاتا وقد تكون مواضع إما أوقاتا وإما أماكن قال ساعتاني يفتح لهما أبواب السماء ما معنى يفتح لهما ما معنى اللام اختلف فيها على قولين متقاربا قيل اللام بمعنى في يفتح لهما أبواب السماء أي يفتح فيهما أبواب السماء اللام بمعنى في القول الثاني أن اللام تعليليه يفتح لهما أي يفتح من أجلهما أش أبواب السماء ويصح في اللغة كما ترون يفتح أبواب وتفتح أبواب لأن أبواب أولا مؤنث مجازي وعاد ثانيا فوصل بينه وبين الفعل بالجر والمجرور وإذا فصل بين الفاعل المؤنة والفعل بجار ومجرور جاز في الفعل التذكير والتأنيت نقول يفتح تفتح عال عال في اللغة العربية قال ساعة يفتح لهما أبواب السماء شوش قال وقل داع ترد عليه دعوته يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء مرفوعا كما قلنا قل داع ترد عليه دعوته أي في هاتين الساعتين شنو الضاهد عبرة قل داع بمعنى أغلب من يدعو وقد توفرت فيه شروط الدعاء يستجاب دعاؤه أي نعم هذا الضاهد للحديث الأكثر والأغلب أن من دعا في هاتين الساعتين محققا شروطا الإجابة استجاب الله له وقال بعض العلم السيوطة رحمه الله وغيره ما قال لك قل هنا للنفي ما شيء بمعنى القلة التي تقابل الكثرة لأن قل في اللغة العربية تأتي لهذا المعنى تأتي بمعنى النفي قل تأتي بمعنى النفي في العربية فإذاً على القول الأول فسرنا قل من القلة التي تقابل الكثرة ولهذا قلنا الأكثر أن من دعا يستجاب له إذاً قليل نادر فين يدعو الإنسان في هاتين ساعتين ولا يستجاب له مع تحقق الشروط الوجه الثاني حتى هو وجه قوي ذكروا السيطة أن قل هنا للنفي تستعمل في النفي مطلقا وعلى هذا فكل من دعا في هاتين الوقتين يستجاب فكأنه لما قال قل داعي ترد كأنه قال لا ترد دعوة داعي للنفي لا ترد دعوة داعي ومما يدل على أن قل تأتي للنفي في اللغة العربية للنفي المحض ما ذكره ابن مالك في التسهيل ابن مالك صاحب الألفية ذكره في كتابه التسهيل وذكره غيره أنه قال قال ابن مالك ترد قل للنفي المحض فترفع الفاعل متلوا بصفة مطابقة له هذا كان في معنى إشارة إليها في الزواويل قلت لها كثرة قل طالة في كلامي عليها يقال قل لك نحو قل رجل يقول ذلك واش كي قصده قل رجل يقول ذلك إي لا يقوله رجل قل رجل مش ما لا يقوله رجل وقل رجلان يقولان ذلك وهي من الأفعال التي منعت التصريف قال لك هذا قل التي تستعمل للنفي المحض فعل جامد لا يتصرف ما عندوش المضارع دياله ما عندوش يقل هدك يقل ديال قل من القلة وهذا قل الذي يدل على النفي المحض ليس له مضارع ولا أمر فعل جامد غير متصرف واضح المعنى إذا الشاهد على الوجهين على الوجه الأول لمعنى نادر من لا يستجاب له معنى الغالب الأكثر أن الله تعالى يستجب لك في هذه الساعتين إذا تحقق شروط الإيجابة وعلى المعنى الثاني أن في المحضبين معنى لا تردوا دعوته داعين إذا حقق الشروط طبعا واضح ما شي غير الأكثر لكل داعين داع الله عز وجل في هذه الساعتين يستجيب الله له كما قلنا بالشروط طيب وذلك الشروط من جبناها من نصو الشرعية لأن رجاء عن النبي عليه الصلاة أنه اذكر لنا بعض الأشياء تمنعه من إجابة الدعاء أولا اذكر لنا نبي عليه الصلاة مثلا أن من كان مطعمه حراما ومشربه حراما وملبسه حراما ووذي بالعرام فأنا يستجاب له مثلا فأكل الحرام من موانع الاستجابة فلابد من الجمع بين النصوص لأن العبادات عموما رأي لها أسباب وشروط وموانع أي عبادة أتلقى عندها أسباب وشروط وموانع واضح؟ نحن مليكنا نقوله شروط الإجابة شكنا نقصده بالشروط هنا انتفاء الموانع ما هو أعم من الفرق بين الشرط والمانع نقصده هنا ما هو أعم لأنه ممكن نقوله من الشروط أن يكون مطعم المرء حلالا نفس المعنى؟ نفس المعنى نقوله أن يتجنب الحرام ولا أن يكون مطعمه ومشربه حلالا يعني أن يكون مستعملا للحلال إذن الشاهد قال تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته طيب شنو هما جلس الأوقات؟ وقت الأول قال حضرة النداء للصلاة حضرة النداء أي الأذان يعني حين أذان المؤذن للصلاة ذلك وقت يستجاب فيه الدعاء قال بعضهم مقصد بذلك حين الأذان يعني بين ألفاظ الأذان فيشرع لك مع متابعة المؤذن أن تدعوه وقال بعضهم لا المقصود عقب الأذان تتابع المؤذن وتدعو عقب هو ذا الأظهر لأنه جاء في بعض النصوص أن الدعاء مجاب بين الأذان والإقامة إذن فالمراد عقب الأذان إذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول وأتيت بالذكر الثابت فلك أن تدعو بما شئت من خير الدعاء فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء الوقت تنقال والصف في سبيل الله ماذا معنا في سبيل الله؟ في الجهاد في سبيل الله أي وقت قتال الكفار في الوقت الذي يحمى فيه الوطيس ويبدأ فيه القتال بين المسلمين والكافرين ذاك وقت يستجاب فيه الدعاء واضح؟ إذن والصف في سبيل الله أشمراد بالصف في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله عند القتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله أشمل قتال؟ هو القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاه الرجل قال لي يا رسول الله الرجل يغزو يريد الأجر والذكر قال لي لا أجر الله وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله هو أن يجاهد المرء يريد بذلك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هو الجهاد في سبيل الله إذن هذا موطنا جاء في رواية أبي نعيم في الحلية بسند صحيح عنها إيشا ذكره ثلاثة مواضع هججج وموضع زيد هل هذه الرواية الأبي نعيم تنافي رواية مالك؟ لا تنافي هل أذكرت لكم أن واحد كرجج واحد كارتلاتة واحد كارتلاتة لا تنافي بين هذه الأشياء فمعنا كل من الرواة ذكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن واحد من الصحابة سمع من النبي مثلا سهل بن سعد سمع من النبي عشم وحد المرة أنه ذكر لهم جوج عائشة سمعت من بسم في موطن آخر ذكر لهم ثلاثة فكل الرواة ما سمع ولا تعارض ممكن نجمع ذلك الأوقات كلها ونقول هذه كلها أوقات يشتجبوا فيها الدعاء إذا الرواة أبي نعيم في الحلية عن عائشة رفعته إلى النبي عليه الصلاة أشقال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له شنوية ولكن بالشرط شوف هنا مذكر واحد الموانع من موانع الإجابة هنا مذكر في هذا الرواة ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما وكذلك معنا هذا الحديث ما لم يسأل قطيعة رحم ما لم يدعو بقطيعة رحم لدعا بدعاء يقتضي قطع الرحم تصريحا أو التزاما في قطع الرحم إما بالتصريح أو بالتزام فلا يستجاب له أو دعا بمأثم أي بحرام دعا بشيء حرام بشيء فيه سيئة فيه ذنب فيه وذر دعا بمعصية فهذا كذلك لا يستجاب له واضح المنى؟ قال حين يؤذب حالش مثلا واحد دعا على أخي المسلم ظلما وعدوانا في وقت الإجابة هل هذا فيه مأثم أو لا؟ ظلما وعدوانا يدعو عليه فوق يستجيب الله له أبدا لا يستجيب الله له لأنه دعاء بالباطل بغير حق إذن قال حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت هذه الرواية التي تمسك بها وعدوهم في أن المتابعة تكون عند الأذان في الوقت لكي يباشر المؤذن الأذان تتابع وتدعو بين ألفاظ الأذان وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما بمعنى كيب قال الدعاء مستمر حتى يفصل الله بينهم يعني حتى ينتهي القتال ما يعني حتى يحكم الله بينهما حتى يحكم الله بينهما بانقضاء القتال بمعنى كيستمر القتال يومين أو ثلاثة أيام كل ذاك الوقت يستجاب فيه الدعاء حتى ينتهي القتال الوقت الثالث وحين ينزل المطر حتى يسكن حين نزل الغيث حتى يسكن في الوقت اللي ينزل فيه المطر سائر الوقت يستجاب فيه الدعاء إذن هذا حاصل الحديث كعادة الشيخ رحمه الله الإمام مالك رحمه الله أنه يبدأ كتابه بالأحاديث المرفوعة ولذلك ننتبهنا آخر حديث دبا اللي تناولناه موقوف أخر الموقوف والخر بدلنا بالمرفوعات وجابنا حديث موقوف والخر ومن بعد بشغ يختم الباب بفتاوى عن الإمام مالك بأسئلة سئلها مالك رحمه الله وطيب قد يقول هذه الأسئلة التي سئلها مالك مالك واللي يكتبها الجواب لا كتبها عنه تلاميذه لأننا نقوله في كتابك تسمعه وحدثني عن مالك واضح؟ ماذا يكتب حدثني مالك يكتب حدثني مالك هذا تلميذه يحيى بن يحيى والولد يحيى بن يحيى اللي هو الراوي عنه اللي هو عبيد الله عبيد الله بن يحيى إذن عبيد الله بن يحيى عن يحيى عن مالك فزاد في ذلك أسئلة التي سئلها مالك للفائدة وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقاموا الصلاة إذن سئل في الحقيقة عن ثلاثة أمور عن تثنية الأذان وتثنية الإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقاموا الصلاة لتقام الصلاة وقتشنا سيوقفوه بشي قدوا الصف ثلاثة الأسئلة لاحظوا الجواب للإمام مالك رحمه الله تعالى لا قبل من أنه عندنا سؤال أخر سؤال أخر قبله نسيته وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا إذن السؤال لولدا قبل من السؤال يذكر لكم أن مالك سئل عن الأذان يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل يجوز أن يكون قبل أن يحل الوقت وقت الظهر قبل أن يدخل وقت الظهري اللي هو بعد الزوال يعني وقت الظهري يدخل بعد الزوال فسئل مالك واش ممكن أن أدنه قبل ما يدخل الوقت يوم الجمعة ليصالات الجمعة باش الناس يجيوا أشقال فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس بمعنى لا يجوز أن يؤذن للجمعة قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال قبل أن ندخل وقت الظهر لا يجوز قال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لأن وقتها وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر وهذا مذهب الجمهور الفقهاء مذهب مالك والشافي وأبي حنيفة وخالف في ذلك أحمد رحمه الله الإمام أحمد هو الذي جوز صلاة الجمعة قبل الزوال واعتبر كثير من الفقهاء والأئمة هذا القول عن أحمد شاذا اعتبروه قولا شاذا وهذا القول الذي اعتبر قديما قولا شاذا ورد على أحمد صار بعضهم هو الذي يروجه حفاظا على مصالح الناس الدنيوية في غير بلاد المسلمين في البلاد الأخرى لأن الناس لا يجدرون الخدمة والوقت فكي يصليون الناس قبل دخول الوقت باش ما يتأخرونش عن الخدمة وباش إلى آخره إذن مالك رحمه الله الجمهور والكثير من هؤلاء يدعون أنهم مالكية حيث يقولوا إحنا مالكية وكذا ومالك رحمه الله لا يجيزون هذا وفقهاء المالكية كلهم لا يجيزون هذا يقولوا لا بد تكون بعد الزوال لكن إذا تعارض هذا مع شيء من مصالح الدنيا حينئذ يبحث عن أقوال أخرى ومذاهب أخرى ولو كانت ضعيفة أو شاذة شوفوا انتهي باش تعرفوا مذهب مالك في المسألة وأنه شديد في هذه المسألة قال مالك لو خطب قبل الزوال وصلى بعده لم تجوز لم تجوز أي لا لم تصح شوش قال لو خطب قبل الزوال يعني الإمام طلع المنبر وبدأ الخطبة قبل الزوال ولكن ما وصل الوقت صلى باش يصلي بالناس ديك الجرقات حتى زالتي الشمس بدأ قبل الزوال واحد العشرة دقائق ولا ربع ساعة واستمر في الخطبة ديالهم اللي انتهى من الخطبة كان الوقت دخل قال لم تجوز لم تصح طيب واش يديروا قال ويعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغروا بالشمس يعني يعودوا الخطبة ويعودوا الصلى فمن المعنى هذا كلام مالك رائع ما والله يعيدون الخطبة الجمعة بخطبة إلا إلى غربات الشمس حينئذين يصليوا الظهر بمعنى جو يسولوا حتى غربة الشمس حينئذين ما كانت تصلاش للجمعة بعد الغروب لأن معروف فوقت الجمعة ووقت الظهر والعصر وقتوهما للطرار يخرجوا بغروب الشمس الوقت تقدم عن هذا الوقت للطرار ديال الظهر والعصر يخرج بغروب فإلا غربات الشمس عاد جو يسولوا يصليوا الظهر ربعات الركعات لكن قبل الغروب يعودوا الخطبة والجمعة نقله ابن حبيب عن مطرف عن مالك رحمه الله وقال سحنون تلميذ مالك يعيدون الظهر من فقهاء المالكية يعيدون الظهر أبدا أفذادا يعني قال لك ما يعودوش للجمع شاهد عنا يعيدون فالأمر بالإعادة دليل على بطلان الصلاة على أن الصلاة لا تصح غي سحنون شكي قل قال يعيدون أفذادا أبدا ما معنا أبدا سواء كان ذلك قبل غروب الشمس ولا بعد غروب الشمس مطلقا داروا هالطريقة هذه نقول لهم عاودوها ظهر أفرادا كل واحد يصلي الظهر منفريدا صافي الجمعة مشات لكم فمن المعنى هذا المسألة الأولى السؤال الثاني اللي كنت أذكرت لكم سؤال مالك عن تثنية الأذان وتثنية الإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقاموا الصلاة وضع الأسئلة فقال مالك رحمه الله قال فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه لم يبلغني في النداء والإقامة إلا شنو الذي أدرك الناس عليه أدرك الناس عليه ببلدي ولو كنت سمع عمل أهل المدينة الذي أدركهم عليه في الأدان الإقامة وغيش رحى لكن بدبرنا بالآدان ما أدرك الناس عليه في الأدان وهو شفعوا الأدان شفعوا الأدان إذن ألفاظ الأدان كلها مشفعة أي تقالوا مرتين إلا لا إله إلا الله فبالإجماع تقال مرة واحدة لم يخالف في ذلك أحد لا من المداهب أربعة ولا من غيرها من المنتسبين للإسلام لا يا الله مرة وحدك اتقال إذن الشاهد أشقال ما أدرك الناس عليها شفع الآذان وبناء عليه تكبير في أول الآذان كيكون مرتين لأن هذا هو الذي وجد عليه العمل مالك عقدرق الناس في زمنه وقد أدرك التابعين رحمه الله مالك أدركش تابعين بل أدرك كبار التابعين الذين تلقوا من الصحابة وأخذوا عنهم الكثير أدركهم مالك رحمه الله فالمقصود أنه قال هذا الذي هو شفع الآذان إذن تفتك بده يقول الله أكبر طيب فإن قيل قد جاء تربيع التكبير في أحاديث صحيحة أي نعم جاء تربيع التكبير في الأول في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن مالكا لا يقول بذلك لماذا؟ لأنه يرى أن العمل الذي وجد عليه الناس أقوى من الرواية التي جاءت بأربع تكبيرات وبعض أهل العلم يقول هذا جائز وهذا جائز لا تنافي بينهما فيشرع أن يكون التكبير مرتين في أول الأذان كما صح بذلك الخبر رجت في أحاديث وجاء فيه العمل ويشرع التربيع كما جاء في الرواية أخرى الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب ورود العبادة الواحدة على وجوه المتنوعة هذا وارد في الشرع وارد له أمثلة كثيرة جدا أكثر من أن تخصى أن العبادة الواحدة قد تأتي على كيفيتين أو ثلاث كيفيات أو أربع وهذا له أمثلة كثيرة عند المالكية في الفروع وعند الشافع الحيدة جميع المداهب أن بعض العبادات قد تردوا على وجهين أو ثلاثة أو أربعة فيقول حينئذ الفقهاء ينبغي يستحب التنويع أن يفعل هذا تاره وهذا تاره استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات التي صحت كلها في تلك الصفات كلها ثم نلمنا هذا قول بعضهم لكن مالك المالكية يقولون بما وجد عليه مالك أهل المدينة إذن هو شفع الأذان ودليل على هذا ما جاء فيه هذا الأمر هذا جاء في الحديث أي جاء في الخبر في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا كلمة التوحيد فلا خلاف أنها أنها تقال مرة واحدة كما قلنا وفيه دليل هذا الحديث على أن التكبير ليس مربعا لماذا؟ لأنه لم يستثني تكبير كل شيء قال يشفع يقال مرتين ولم يستثني التكبير فهذا الرواية التي عندنا وأيضا يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود طيالسي وغيره عن ابن عمر قال الأذان مثنى مثنى أذان فيشمل ذلك التكبير وما بعده قلنا لا الله بالإجماع مستثنات طيب هل الأذان جاوب عليه هشبقي للإقامة قال مالك فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدينها أضح؟ قال لك فأما الإقامة فإنها لا تثنى وأطلق حتى قد قامت الصلاة فإن قال قوله لا تثنى هذا كم التكبير مع أن التكبير يثنى بالإجماع لواء الله أكبر الله أكبر الجواب لم يذكره لأنه أمر معلوم وإنما الناس يتنازعون في غير التكبير واضح؟ التكبير يثنى زد بالإجماع وغيره معلوم بالقطع لا يتنازع فيه الناس لا خلاف فيه إذن فقوله الإقامة فإنها لا تثنى هذا يشمل جميع الفاظ جميع الفاظ الإقامة حاول أن تعتدل هذا يشمل جميع الفاظ الإقامة إذن حتى قول قد قامت الصلاة حتى قول قد قامت الصلاة قال قال فإنها لا تثنى بل تفرض لماذا؟ قال وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ما هو البلد؟ هو المدينة النبوية بمعنى الذي لم يزل عليها العلم هذا الذي وجدت العمل مستمرا به لم يزالوا أي استمروا عليه وعاد هذا مؤيد بالحديث الصحيح لماذا فيه الزيادة إلا الإقامة فإنه حديث مطلق فيه لتقدم عن ندب أمر بلال أن يشفع الأدن ويوتر الإقامة وعند زيادة فيها إلا الإقامة نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس الآتي والله تعالى على وعلم جل وحكم صلى الله وسلم على نبي محمد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد